بوم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد في قناة رعيوني عفو الكذب لا ننسى أبدا اليوم الذي شاهدت فيه فيديو في اليوتيوب يتحدث عن المتوسطات المتحركة أو الموفين أفريج وعندما شاهدت هذا الفيديو كان ذلك الشخص يتحدث عن تقاطع الموفين أفريج مائتين والموفين أفريج خمسين وقال كلما تقاطع الموفين أفريج خمسين فوق الموفين أفريج مائتين اشتري كلما تقطع الموفين أفرج 50 أسفل الموفين أفرج 200 قم بالبيع وقلت واو الناس أبدأوا بالربح سأصبحوا مليونيرا أو مليارديرا وبالتالي بدأت أدخلوا في صفقات أدخلوا صفقات شراء عندما يسعد الخمسين فوق المئتين وأدخلوا في صفقات بيع عندما ينزل السعر أسفل أو عندما ينزل الموفين أفرج 50 يتقطع مع المئتين وهنا بدأت الدراما هنا بدأ المشكلة خسرت كل مدخراتي بالتالي هنا ما هو السبب؟ لماذا خسرت؟ أنا احترمت الاستراتيجية التي قال ذلك الشخص وهو متداول يقولون عنه متداول محترف أول شيء السبب هو أنه ليس هناك متوسط متحرك أو موفين أفرج سحري يمكنك من تحقيق 100% من الأرباح يعني تدخل في صفقات وتربح 100% من المرات وهنا بعدما تعمقت كثيرا في دراسة متوسطة المتحركة والموفين أفرج وجدت أنه إذا استعملتهم بالطريقة الصحيحة فستتمكن من تحقيق أرباح قوية ورائعة لذلك في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم طريقة أولا سوف أريكم المتوسط المتحرك الوحيد الذي لن تحتاج بعده إلى أي متوسط متحرك أو أي مواشر فني ثانيا سوف أريكم طريقة قوية جدا للتداول باستعمال هذا المتوسط المتحرك مختلفة عن 95% من المتداولين أصدقائي ولكن قبل البدء في درس اليوم أولا أريد منكم أن تذهبوا إلى الموقع deepwavefreader.com في ذلك الموقع ستجدون الدليل الأساسي للشموة اليابانية كتاب مجاني فقط اضغطوا على إيدي الآن مجانا ضع الميلك الخاص في هذه الخانة وسيصل الكتاب إلى الميلك الخاص كذلك أصدقائي أريد منكم أن تذهبوا إلى قناة التوصيات المجانية وفي هذه القناة تلاحظوا كانت هناك مجموعة من صفقات تقريبا أكثر من 6 صفقات صفقة واحدة خسرة وخمس صفقة كلها ناجحة مجانا أصدقائي وتلاحظوا الباوند نيوزيلاند 133 نقطة الانزيد ديكاد 100 نقطة يعني مجموعة من الصفقات الرائعة صفقات قوية قوية أصدقائي فهذه صفقات مجانية كانت أسبوعا مجاني أصدقائي بالتالي من أراد الاشتراك معنا في قناة التوصيات المدفوعة والكورس التحليم الموجين علي إلتصال بي عبر الواتساب سيجدوا أسفل الفيديو إذن الآن لنعود إلى الدرس اليوم وأريد أن نتحدث عن المتوسط لمتحرك الوحيد الذي لن تحتاج بعده إلى أي متوسط متحرك وكذلك سنرى تطبيقا إذا بقيت إلى الآخر صفقة لايف مباشرة أخذنا اليوم أنا اليوم مصور هذا الفيديو اليوم جمعة خمسة مارس 2021 وأخذنا الصفقة يوم اليوم وخرجنا من اليوم قريبا في ساعة واحدة سكالبين دخلنا وخرجنا من صفقة رائعة كانت في قناة التوصيات المدفوعة أخذها كل الأعضاء والحمد لله كانت صفقة رائعة أصدقائي إذن أولا سنتحدث عن شروط الاستراتيجية وما هو المتوسط المتحرك الوحيد إذن أصدقائي تلاحظون هذا الخط الأزرق هنا هذا الخط الأزرق هو للمتوسط المتحرك Exponential Moving Average 200 يعني أين ستجدونها؟ ستذهبون إلى Indicator تكتبون Moving Average Moving Average وتبحثون عن Moving Average Exponential هذا تضغطون ويعطيكم الم Moving Average تقومنا فقط بتغيير إحداثياتي تذهبون إلى هنا وإنبوت وتضعونا في هذه المنطقة 200 إذن الم Moving Average الذي سنبحث عنه أو الذي سنتداول به هو المائتين طيب ما هي الاستراتيجية التي سنستعمل؟ أريد هات الاستراتيجية سنتداول عكس الاتجاة وهذا أفضل وقت لتداول عكس الاتجاة متى؟ أريد أن أرى السعر بعيد عن الم Moving Average 200 لاحظوا الفرق بين السعر وال Moving Average 200 هذا الـ Power Chief ثم بعد ذلك ماذا أريد أن أرى؟ وريد أن أرى عندما نبتعد عندما يسعد السعر يبتعد لنقول هذا هو Moving Average 200 نضعه بلون مثلا أحمر هكذا والسعر بلون أبيض طيب لنقول أن Moving Average يبتعد ماذا أريد أن أرى؟ عندما يكون هناك فرق مسافة بين Moving Average والسعر وريد أن أرى هنا في هذه المنطقة موجة دافعة يعني موجة قوية وأريد أن أرى تصحيحا هنا هذا التصحيح يكون Regular Flat Running Flat Running Flat Expanding Flat أو Contracting Flat أي شكل من هذه الأشكال الأربعة وستجدونها في كورس تحليل موجين مجاني موجود في القناة ابحثوا عنه بعد ذلك أقوم بالدخول في الصفقة بعد كسر هذا النموذج وأبحثوا عن أول منطقة دعم في هذه المنطقة أول منطقة دعم ستكون هي الهدف والهدف سيكون واحد لواحد Risk Reward Risk Reward واحد لواحد فقط يعني يساوي واحد لماذا؟ لأننا نتداول أكسى الاتجاه بالتالي علينا أن نكون أدكياء نحن نتداول أكسى قوة صاعدة بالتالي أريد أن أدخل وأخرج بسرعة يعني سأخذ واحد لواحد واحد فاصلة خمسة لواحد لا مشكلة ولكن لا أكثر من ذلك لأن في أي لحظة قد يرتد السعر ويسعد اوكي إذن هذا هو هذه الاستراتيجية لنرى هذا المثال هنا أولا لاحظوا ابتعدنا عن الموفين أفرج مئتين لاحظوا ابتعدنا عن الموفين أفرج مئتين وبعد ذلك ماذا لاحظنا موجة دافعة وما هو هذا النموذج regular flat تلاحظون إذن هذا نموذج regular flat نبيعه عن كسره اوكي وأول منطقة دعم لاحظوا هذه المنطقة هي أول منطقة دعم إذا هذا هو الهدف تلاحظون إذا دخلت في الصفقة هنا إذا دخلت في الصفقة هنا هكذا سأقوم بالبيع من المنطقة من الكسر وقف الخسارة سيكون فوق هذه الموجة هنا والهدف سيكون الدعم في المنطقة هنا هذه هي منطقة الدعم تلاحظون سنقوم برسمها بـ triangle هكذا هذه هي منطقة الدعم لنقوم بتلوينها بلون آخر حتى تكونها واضحة تلاحظون إذا كم حققت الصفقة حققت risk reward 1.6 1.6 إذا كان جيدا طيب الآن سنرى الصفقة التي دخلنا فيها ما هي هذه الصفقة هي صفقة الباوند شيف باية لاحظوا هذه الصفقة لاحظوا ساعد السعر ابتعد كثيراً عن الموذج وأعتدر time frame والساعة فقط الساعة لاحظوا ابتعد السعر كثيراً عن الموذج ولاحظوا كم ابتعد السعر أوكي وماذا وجدنا لاحظوا موجة دافعة ولاحظوا هذا النموذج running flat ما الذي وقع دخلنا فيه كسر النموذج أول منطقة الدعم كانت هذه المنطقة هنا إذا خرجنا من هذه المنطقة كانت أول منطقة الدعم وكانت ريسك ريورد واحد ريسك ريورد واحد كانت صفقة قوية جداً أصدقائي الآن بعدما شرحنا هذه الاستراتيجية السهلة البسيطة على مدى اعتمدنا؟ اعتمدنا على النماذج التحليل الموجي running flat expanding contracting regular flat اعتمدنا على moving average 200 والمسافة بين السعر وال moving average exponential moving average 200 ولأخذ الأهداف اعتمدنا على الدعم والمقاومة وإذا أردتم تعرف على كيفية ترسم الدعم والمقاومة بالطريقة الصحيحة هناك فيديو اسمه المشاكل الدعم والمقاومات ستجدونها في قناتي باليوتيوب فقط ابحثوا عنه وستجدونه وستعرفون كيف تقومون بتحديد مناطق الدعم والمقاومة ايضاً في هذا المثال كان أول هدف سيكون في هذه المنطقة وثاني هدف سيكون في هذه المنطقة وهذا قلته في الصفقة وعندما كنت أحلل الصفقة إذا الآن أترككم مع الصفقة وبعد ذلك أعود إليكم إذن إخواني كما قلت لاحظوا المسافة الموجودة بين الباوند شيف والموفين أفرج 200 وكما قلنا الآن سأدخل في الصفقة بيع أوكي قمت بالدخول في صفقة بيع بيع الباوند شيف وهنا كما قلنا المؤشر فني الوحيد الذي ساحتاجه إلىiendo الدخول في الصفقة هو الموفين أفرج 200 فقط وسنتعتمد فقط على الـ ولموين أفرج 200 لاحظوا هذا المسافة الكبيرة بين الباوند شيف ولموفين أفرج 200 على فريم ساعة كبيرة جدا لاحظوا المسافة الموجودة بين الموفين أفريد والسرع على فريم اليومي كبيرة جدا لاحظوا على فريم الأربع ساعات كبيرة جدا كذلك تلاحظون وكذلك هذه الحركة التي رأيت فريم اليومي تقول لي بأن هناك ديفرجن في المنطقة نزول ثم صعب بقوة هذه الحركة تقول لي أن هناك نزول على الأقل إلى المنطقة يعطي لي راني انفلات قبل السرعة ولكن أنا لن أدخل إلى هذه المنطقة هذه ستكون سريعة بذلك سأعتمد فقط على فريم الساعة أين هي المنطقة التي سأحدد فيها هدفي الأول؟ المنطقة الأولى التي سأحدد فيها هدفي الأول هي هاتي المنطقة لماذا؟ لأن هذه المنطقة سعد السعر ثم رجع توقف فيها بعض الشيء ثم سعد بقوة إذن هذه بنسبة لي ستكون منطقة دام قوية عندما يرجع السعر إليها ستكون منطقة دام لذلك هذه المنطقة بنسبة لي أنا هي منطقة جني أرباح لذلك سأضع فيها الهدف وهنا لا تنسوا أننا نتداول عكس الاتجاه بالتالي سأحاول أخذ واحد لواحد فقط ريسك ريورد واحد لواحد فقط أصدقائي لاحظوا إذن هنا أدوه الهدف وإن سأضع وقف الخسارة واحد لواحد واحد لواحد هنا هكذا واحد لواحد هذا هو قانوناتي الاستراتيجية تلاحظون ودخلت في الصفقة لأنني لاحظت هذا النموذج الذي هو هذا النموذج تلاحظون هذا تصحيح وهذا التصحيح يقول لي أن السعر سينزل تلاحظون استبقت النزول على حسن أنني أتوقع أن السعر سينزل بقوة إلى ضرب هذا الهدف تلاحظون إذن هذا هو هدف الأول قد يكون الهدف الثاني أصدقائي وهذه المنطقة التي هي كذلك منطقة تبدأ من السعر بقوة قد يكون هذا هو هدف الثاني ولكن كما قلت لا تنسوا أننا نتداول عكس الاتجاه بالتالي يجب أن نكون وقعيين في تحديد الهدف كما قلت أحددوا واحد لواحد كهدف وأخرجوا من صفقتي برفع بسرعة كبيرة لا تنسوا كذلك أننا اليوم الجمعة بالتالي لا أريد أن أبقى في الصفقات كثيرا أدخل وأخرجوا بسرعة سكارب إذن لاحظوا أصدقائي قوة هذه الصفقة تلاحظون هذا يعني كما قلنا هذا هو المتوسط المتحرك الوحيد الذي تحتاجه للتداول وكما تلاحظون يعني اقتربنا كثيرا من ضرب الهدف أصدقائي يعني وصلنا تقريبا إلى ما يبقى إلا بيبس واحد للخروج من أو 0.7 بيبس للخروج من الصفقة بالتالي الآن أنا بنسبة ليأتي صفقة رابحة حققت تقريبا يعني 32 نقطة لا أريد أن أبقى في أعتي الصفقة أكثر من ذلك بوم يا أصدقائي كما تلاحظون كان هذا هو فيديو اليوم إذا استفدتم وإعجابكم هذا الفيديو لا تنسوا أن تشاركوا في قناة العميز على الفيديو كذلك لا تنسوا أن تفزلوا اللايكات ليصل إلى هذا الفيديو الأكبر عدد ممكن من المتداولين ولا تنسوا من أعراض الاشتراك في التوصيات أو في كرس تحليل موجي مع الليلة صلبي عبر الواتساب من قناة العميز على الفيديو السلام عليكم ونهاية أسبوع موافقة